أدنت مصر بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما أصفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في بيان لوزارة الخارجية اعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسية لقطاع غزة ودعت مصر الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن سياسة حافة الهوية ذات التأثير بعيد المدى والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتواصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة كما طلبت مصر جماعة الأطراف الدولية المؤثرة بالتدقل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الرغنة وإتحت الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقيق نتائجها المرجوة موسيقى